السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة ام جوهر الوصفات والطبخ الفيديو جديد ان شاء الله يلقكم الفيديو في صحة جيدة الفيديو اليوم سوف نشاهد الكيك بمدق الفاني ومدق ديال بورتقال اللي يأتي رائع كيك ديال طبقات كي يأتي كريميين رائعين والداد وكذلك اقتصادين فلنجبكم فيديو لايك فضلا وليس امرا لا نطور عليكم دوزع لبركاته لا نشاهد مقادير كيك طبقة اولى كأس ونصف دقيق الابيض دائما لعبار بكأس العنبة ونصف كأس زيت نباتية ونحتاج كأس الى ربع سكر الخاشين دائما الحلوة لحسب الضوء وكأس الى ربع الحاليب دائما لعبار بكأس العنبة وصشية الخميرة الكيموية وعندي ملعقة صغيرة الفاني بودر وقبيصة الملح وضعه في قبيصة الملحة ونضعه في البيض من طبيعه من طبيعه ونضيف عليه الكأس الى ربع السكر الخاشين ونضيف عليه 1 ملعقة صغيرة بودرة الفاني ممكن نعودها بصشية او الفاني سائلة فهنا نخلطه جيدا حتى يندمج البيض ونضيف السكر الخاشين وكذلك الخليط يفتح اللون ونضيف الزيت بالتدريج مع التحرك المستمر ونقفه من التطراب ونضيف حليب ونضيف حليب ونضيف نضيف نواشيف كاس ونصف مقادير مضبوطة ولكن دائما التقيق على حسب حجم البيضاء ونضيف السكر ونضيف نضيف ونضيف الخمارة كالية ونضيف ونضيف الهواء للحلواء ونضيف الخليط ونقفه لديت زيار الزبد يملائي الزبدة ثم تحضير ضبق لنضع طبقة خلقة أغلادة ونحن نضيف التضع الغلادة لنضع خلقة 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 مرة أخرى ونحرق الخلقة في هذه الشكل نفرغ الخلق ونضع باقي خلقة الخلقة نضيف خلقة 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 داخل خلقة حتى 180 درجا كيك يدعم ونفخ لنا الكيك سوف يدعم الوجه في المرحلة حليب نحن نقص بكس نحتاج ملعقة صغيرة 1.5 ملعقة بودرة الضاني كأس 1.4 سكة الخاشين نحن نصف كأس و نصف كأس كما سوف يجب ان نضيفه كامل ممكن نضيفه وضع السك الخاشين سوف نضيفه وضعه عملي يستحسن الدقيق نغربه لبنه كثيرا في فاني سوف نضيفه سوف نضيفه 1.5 ملعقه ايضا نحن نحرك جيداً حتى نرى أن الخريط لا يبقى فيه كتل نضع فوق النار من السكر وضعاً في النار وضعاً لأغلب الكريمة ومن أن يتضمن حليب الكريمة سنخذ الكيك في الحليب و سنسخيه بقية بورتقال كأس من عصير البرتقال نحرك الكريمة ونحركها لا نخفل عليها مع التحريك المصامير كيف تكوش لأنه يوجد الفقاع الكاسرونة نحركه حتى نحصل على الكريمة كيف تكون كريمية ومتماسكة نحرك القواب جيدا كيف تكون كرام نضع ملعقة الزبدة ونضعها ونضع ملعقة الزبدة نرى تلك الحرارة الكريمة فقط هنا هي حتى الدوب جيدا و نشوف انها دابت بهذا الشكل هذا كما امشتوا القوام الكريمة قد يتأتي لخيط من الكريمة في هذه الشكل هذا فهنا سنخذه و نعود المول كما امشتوا هنا تشربت للككس دي الحليب فهنا مباشرة نوضع كريمة هذه القوامة في هذا الشكل فهنا ستأتي لقوام الكريمة و لا يجيش فيها كوتل نهائيا يعني غير نحركه وتحريك ليكون مستمر ونعرف الطريقة كيف نحركه يعني يقع دي الكاثرونة باش ملتسق لنا بها يعني ذاك الدقيق ونشط الدورة فهنا كنحاول ان نبسط الكريمة باش يجيني واحد السطح ونأكد على الجواني بكذلك نقاددهم باش يجيني مقاددين فهنا كنحاول ان نحرك الكريمة باش يعني تساوي الوجه دياله فهنا غنغطي الكريمة بالبابيسولوفان بهذا الشكل هذا او بلاستيك غير يكون نضيف مش مدشنا القشرة ونحن نضيفه 5 حبات البرتقال اي الليمون او البرتقال فباللغة العربية هو برتقال ونأخذه من طبيعة الحال ونضيفه من قبل ممكن استعمله برتقال وممكن استعمله الماندارين فهذه وقيتون استغلله ونقطعه كله ونعصره من طبيعة الحال فيعصر الليمون فأنا نعصر كمية كاملة ورجع معكم خليكم معي فهنا بعد ما اصره العصير يجب ان نضيفه ونصفه من طبيعة الحال ونصفه من طبيعة الحال ونصفه من طبيعة الحال ونضيفه من قبل ونصفه من قبل وربع كأس السكر الخاشين ونقوم بحشين ونصفه من طبيعة الحال تحريك المستمر حتى يوصل إلى درجة الغاليين لا تصور معي لقطة الأخيرة و هنا مباشرة سوف نخرج المول من تلاجه كما اشتروا الكريمة المسكات و قفطة سراصة جيدا سوف نحضر البلاستيك كما ترى الكريمة جيدة لا تكون القشرة و هنا مباشرة سوف نأخذ الخالط الذي وضعنا بورتوقال هذا هو القوام سوف نوزعه فوق الكريمة كما ترى سوف نزل بكل سهولة كما ترى هنا كما ترى ممكن قطع الفواكه قبل أن نضعه هذا الطبقة الأخيرة أو قطع البيسكويت سوف نجعله سهل و بسيط سوف نضعه بقطع البرتقال قطعتها شرائح دوائر و كل دائرة نقطعها على شكل متلاتات و قطع ورقات النعناع سوف نزيله بسيط وسهل ثم نزيله سوف نرى الشكل نهائي كما ترى الكيك بطبقات فاني و برتقال كما ترى الكيك رائع كما ترى الكيك هذا هو مميز و هو الفصل و من الموسم لذلك نستغل كذلك البرتقال مع فاني يستغل مؤسسة خاطئة كما ترى الكيك ينحن هذا هو الشكل يجب أن نزينه بقطع الكيوي يجب أن يكون اختياري ويجب أن نحرص على أن يكون بسيط جدا أشياء التي توفرها لنا في المطبخ فهذا هو طبقات البرتقال والفاني وكريمة يجب أن يكون رائعة وكيف يجب أن يجب أن يكون اقتصادية يعني لا يوجد مكونات فأنتمنى أن الكيك اليوم يعجبكم إن شاء الله كيف يجب أن يكون رائعة صراحة على هذا الشكل يعني لا يوجد ضاق وقوام صراحة ولدة يعني شيء ما تستحق تجريبه يجب أن يكون رائعة فهذا سوف ندوز إن شاء الله المرحلة أن نقطع هذا الكيك فأنا نقطعه على هذا الشكل كيف يجب أن نقطعه بشكل طولي مربعات كيف يجب أن يكون هذا الشكل يعني تقطع معنا بكل سهولة وهنا سأخذ القطعة في الوسط يأتي على هذا الشكل يأتي الكيك يأتي خفيف خفيف يأتي خفيف 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 وكيف يمكن أن تسقيه بكاس بكاس لكي تخرجوا النكهة كذلك تعطيه قوام رائع يعني نعيما نصف لكم فخصكم تجربوا لكي تعرفوا ليش نهضر والطبقات كي يأتي رائعين وكي يأتي وكريميين ومتماسكين مع بعضياتهم كيفما شفتوا على هذا الشكل هذا صراحة يعني كيك لديل هذا الموسم هذا صراحة يعني كنعرفوا أن البرتقال يعني وقيته دياله محدودة فنستغلوه ونديرو به وصفات في حال هكا كيحمقوا عليهم صراحة الكبار والصغر كي يأتي واحد الكيك اللي هو مميز ستجربوه إن شاء الله وتعطيوني رأيكم في التعليق كيفما نطلب منكم دائما وهنا كيما شفتو كنقول لكم دائما تزين اختياري ممكن تزينوا بأي يعني أي حاجة كتفضلوها أو تيفضلوها وليداتكم ممكن أنكم تزينوا بها فواكه بيسكويت ممكن يعني تفننوا كل واحد يتفنن على حسب الرغبة وحسب الدوق دياله في الزين فهنا كيما نشغلنا أخذ القطعة كي يأتي الكيك ديالنا مذهب ومحمر من الأسفل دياله وكي يأتي الكريمة ديال الفاني والكريمة ديال البرتقال على هاته شكل هادا والكيك خفيف 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 كي يدوب في الفم دوابان صراحة واحد المزيج بالحمودة والحلاوة الحمودة ديال برتقال والحلاوة ديال الكريمة والكيك واحد توازن في هالكيك هذي صدقوني واحد توازن يعني في المداقات كي يأتي رائع رائع بزاف بزاف يعني غتجربوها إن شاء الله غتعتمدوها وأنا أكيد أنها غتعجبكم بإذن الله لأن فيها واحد المداق اللي هو مميز جدا فالعشاق البرتقال كنتمنى إن شاء الله نكون نرضيت لكم الضوء ديالكم وتجربوا هذا الكيك هذا اللي كي يجي رائع كيفما قلت لكم وكي يجي مميز تعطيوني رأيكم في التعليق دائما كيفما نطلب منكم وأنا أشكركم دائما على الدعم ديالكم وعلى اللي لايك ديالكم والتعليق والكلمة الطيبة اللي كانت تقول في حقي كنتمنى إن شاء الله أنني نكون دائما عند حصن الضم ديالكم وكنتمنى يعني تعطيوني يعني أعراء ديالكم في التعليق شنو هم الواجبات اللي تفضلوا أنا نقدمها معاكم أو نشاركها معاكم إن شاء الله يعني والشوربات أو طبقة رئيسية كانتمنى إن شاء الله تخليوا لي في التعالق يعني شنو اللي تبغين نشاركه معاكم إن شاء الله بإذن الله فالعجبكم فيديو ما تبخلوش عيب لي لايك فضلا وليس أمرا والناس اللي ما زال ما تشاركوش مرحبا بكم تشاركوا فعلوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد والناس اللي مشاركين فمرحبا بكم دارداركم كيف ما سنقول لكم دائما كانتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ولقاكم في وصفات إن شاء الله مقبلة استودعكم الله لدي لا تدعو دائعوه والسلام عليكم